غياب أم تغييب؟ ذلك الصمت الذي يحيط بالرئيس عبد الرب منصور هادي فبعد عامين ونصف من المعركة يبدو الرئيس مستسلما لظروفه الصعبة وإملاءات التحالف متواريا عن شعبه ومتخذا من صمته حجابا عن المساءلة والالتزام بواجب الدولة هادي الذي تم انتخابه رئيسا توافقيا في العام 2012 ولمدة سنتين يعيش الآن مرحلة رئاسية استهنائية وقودها الحرب وزيتها شرعية تحرق أكثر مما تضي إلا أن رمزية الشرعية الذي يقف على هرم الدولة يبدو اليوم غائبا عن شعبه الذي لم يعد يتذكر متى سمع آخر خطاب له سواء أغياب أم تغيب يبدو أن الحلفاء راضون عن هذا الصمت الذي يلف هادي بيد أنهم يمضون بمعزل عن إرادته أيضا وهو أمر يلقي بضلال الشك حول سلامة موقف الرئيس واستقلاله وإرادته مما يحدث خصوصا فيما يتعلق بإدارة المعركة وملف الجنوب الذي يبدو كجمرة في كف الشرعية بعد أن تصاعد دخان صراع المصالح بين الحلفاء وتحديدا الرياض وأبو ضبي أعلن مطلع شهر مايو الماضي عن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة اليمن وعضوية السعودية والإمارات لمعالجة التباينات التي استجدت على صعيد القرار السياسي والعسكري في العاصمة المؤقتة والمدن المحررة أو هذا ما أعلن عنه لكن ما هو مؤكد أنها جاءت نتيجة الخلاف الناتج عن القرارات والتعينات التي أصدرها هادي والتي قضت بإعفاء عيدروس الزبيدي محافظ عدن ووزير الدولة هاني بن بريك وهو ما دعا أطرافا إماراتية لإعلان احتجاجها على القرارات المتسرعة وأن من حق الإمارات المعرفة المسبقة بقرارات رئيس اليمن الشرعي الأحداث الأخيرة تحمل مؤشرات رضوخ هادي لإدارة أبو ظبي وهذا يعني بالضرورة وبصورة مباشرة خضوع الرياضة قبل كل شيء لسلطان أبو ظبي فهل أصبح هادي تابعا لقرار الحرب وإدارة الدولة أم أنه لا يزال شريكا؟ سؤال يأتي من جهة لا تبعد كثيرا عن هادي نطلب مفهوم الشراكة الحقيقية المبنية على أسس من الشفافية والشجاعة في الطرح بيننا وبين أخواننا في التعالف المفلح الذي خرج بخطاب أمام الناس فأروى عطش الجماهير المحتاجة لقائد لم يقدم محافظ عدن أكثر مما هو مطلوب من رجل دولة ولم يحمل مكاشفات حقيقية تتوازى مع مخاطر ما يحدث ويحاك في عدن وما جاورها لكنه وهو المكبل بالأغلال السياسية والمحاذير الأمنية وعدم الرضا يظل خيرا من غيره فإذا كانت شرعية التحالف من شرعية هادي لماذا كل هذا الغموض في القرارات وفيما يتعلق بمسار المعركة وإدارة المناطق المحررة؟ ترجمة نانسي قنقر